بسهل خير وأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تبدأ مع حضراتكم تحياتي لجماهير النادي الأهلي اللي بتابع حلقة النهاردة في أسبوع أقل ما يقال عنه أنه أسبوع في منتهى الأهمية يمكن في نهاية الأسبوع ده وتحديدا يوم الجمعة اللي جاية يبدأ مشوار النادي الأهلي الإفريقي في بطولة الأفريكان ليج أو الدوري الإفريقي بمسمها الجديد طبعا في مواجهة سيمبا التنزيني وتقدر تقول كده أنه المرحلة اللي جاية هي مرحلة التحديات الحقيقية للنادي الأهلي والاختبار الحقيقي لقوة مارسل كولر وسكواد النادي الأهلي في الموسم الحالي يعني الكلام ده أنه الموسم ما ابتداش ابتدى بس تقدر تقول أنه كل اللي فات في حتة واللي جاي في حتة تانية خالصة وتقدر تقول أنه الفات ده مجرد صحيح كم فيه ماتشاط رسمية ولعبنا ماتشاط قوية مع أمبي في قبل نهاية كاس ومع الإسماعيلي والمصري في الدوري ومع سان جورج في بداية مشوارنا في دوري الأبطال لكن بداية من الجمعة اللي جاية من يوم 20 أكتوبر وصولا إن شاء الله ل 11 نوفمبر اللي نتمنى إن شاء الله الأهلي يكون موجود فيها مباراة نهائي لأفريكا الليج هتكون منافسات مختلفة تماما من حيث قوة المنافسة من حيث صعوبة المرحلة في ال 21 يوم دول إن شاء الله الأهلي بإذن الله قادر يعني إذا قدر علينا أن نحن نلعب الست ماتشاط ده معناه أن نحن نوصل لنهاء البطولة وفي الحالة دي هتقابل كل الفرق القوية في أفريقيا في السنوات الأخيرة التمانية اللي بيشاركوا هم التمانية الكبار بحكم نتائجهم بحكم تصنفهم في بطولات أفريقيا وبحكم الحقيقة ظهرهم بمستويات قوية جدا في كل النسخ اللي شفناها من بطولة دوري الأبطال زود عليها الدوافع الكل بيطمح في تحقيق النسخة الأولى من السوبر ليج أو الأفريقيا ليج والكل طامع طبعا في الجوائز الملائي يمكن الجوائز طبعا قيمتها قلت من زي ما كان معلن عنها في بدايات الإعلان عن البطولة لكن في النهاية في 21 يوم تعتبر الجيزة الأجبر الجران بري زي ما بيسموها على مستوى قارة أفريقيا وبالتالي الكل عنده طموح في تحقيق اللقب الأول وتحقيق الجيزة جيزة المركز الأول على كل الأحوال الأسبوع ده هنتابع بداية من بكرة إن شاء الله السعادة الأهلي وتحضيراته نرجع مرة تانية للميران الأهلي اللي بيغيب عنه تقريبا 15 أو 16 لعيب سواء اللي موجودين مع منتخباتهم منتخب مصر الأول منتخب مصر الأولمبي منتخب تونس منتخب مالي أو طبعا بدعي الإصابة والمراحل الأخيرة من البرامج التأهيلية المحطوطة العدد من اللاعبين فأنت بتتكلم على إنه بكرة الأهلي من غير نص الفريق هيبدأ استعداداته لمباراة سينبا التنزاني وعلى مدار الأسبوع هنتابع مع حضراتكم بلحظة أخبارنا والسعدادات النهاردة في كلام كتير طبعا على المرحلة دي وفي كلام أكتر على منتخب مصر القدم عرض جيد تسميه متوسط تسميه جيد لكنه ما كانش العرض المنتظر أمام زنبيا فيه الوداية الأولى في الإمارات صحيح المباراة انتهت لصالحنا وصحيح إن احنا يمكن كانت كفتنا على مدار الزمن المباراة هي الأتقل لكن في النهاية ما كانش العرض المنتظر يعني ده من وجهة نظري وأعتقد أنه أغلب جماهير الكرة هتبقى متفق معيه في وجهة النظر دي كنا منتظرين عرض أقوى لمنتخب مصر قدام زنبيا لكن في النهاية ممكن نستنى التطور التدريجي يعني أو التطور الطبيعي عندنا مواجهة صعبة جدا قدام الجزائر يوم 16 نتمنى التوفيق لمنتخبنا وخصوصا أنه الجزائر بتعيش فترة من أحسن أو من أفضل فتراتها كرويا في السنوات الأخيرة وبالتالي أنت أمام اختبار حقيقي محق قوي جدا وتست كبير جدا لرويه فيتوريا والمنتخب مصر نتمنى أن المنتخب ينجح فيه ويطمننا قبل ما نروح طبعا لمشوار لأنه التعقف اللي بعده على طول بداية مشوارك في كاس العالم صحيح ما تقلقش قوي من كاس العالم ديبوتي سيراليون بوكينفاسو إثيوبيا غينيا بيساو مش هي المنتخبات اللي تقلقك وإن كنت الحقيقة يعني فيتصفيات كاس العالم بالذات ما بقيتش بحط اعتبار قوي للأسماء لكن في النهاية مفترض على الورق الطبيعي أنك أنت تتأهل لكن في النهاية مش عايزين مطبات صعبة بالذات في البداية وخصوصا أن احنا شفنا في تصفيات أمم أفريقيا أنا بقول الشيء بالشيء يسكر مش عايزة أكون يعني محبط أو عايزة أكون ببالغ في تخوفاتي لكن احنا شفنا معاناية منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا وإنت ما كانش معاك منتخبات من العرد التقيل يعني ما كانش معاك نيجيريا السنغال كود ديفور كاميرون غانا المغرب تونس الجزائر دول الفرق اللي دايما لازم تعمل لهم اعتبار كبير جدا في حالة أي تصفيات وخصوصا لما تكون تصفيات بينتج عنها تأهل فريق وحيد لكن في كاس العالم قصة غير انت بعيد تماما كل البعد عن الكباردول وبالتالي مفترض أنه منتخب مصر يكون من ضمن تسعة هيتأهله بشكل مباشر لبطولة كاس العالم إن شاء الله 26 كندا المكسيك والمتحدة الأمريكية بالمناسبة ومستمرين في كلامنا طبعا حتكلم عن المنتخب الأوليمبي بس عشان ما طولش على حضراتكم هدي المنتخب الأوليمبي حقول أنه عمل عرض إلى حد كبير مرضي جدا قدام الأردن لكن خليني شوية كمان أركز مع منتخب مصر وقرعة بطولة أمم إفريقيا عايز أتكلم معكم عنها بطولة اللي خلاص بيفصلنا عنها تقريبا في حدود الثلاث شهور وبالتالي حداشر اتناشر اه تلاث شهور هتبدأ في العشر تيام الأولى 11 أو 10 يناير وبالتالي السعداد مهم جدا لبطولة هتكون صعبة جدا على كل مستويات البطولة اللي بتصادفها كود ديفور هتكلم مع حضراتكم على القرعة على فرص منتخب مصر والشكل العام للبطولة مين ممكن يكون ضامن حظوظه في التأهل ومين ممكن يكون منافس على اللقب بس قبل ما نبدأ حلقتنا نروح لفاصل سريع وارجع ندخل في التفاصيل وإحنا في السادسة بنحترم جدا لغة الأرقام لأنها أكيد طبعا لها دلائم وبتأكد على حاجات كتيرة جدا منها الحقيقة يمكن الأرقام اللي شفناها بتعلقها بإرادات الأندية من بس جزئية الحضور الجماهيري ودي واحدة من المعضلات بالنسبة للأندية اللي ميزانياتها كبيرة واللي حجم إنفاقها عن نشاط الرياضي عظيم واللي مطلوب منها تنافس على كل الألقاب والبطولات زيها زي النادي الأهلي فهنا لما أجي أكلمك على الحضور الجماهيري في مثلا نشاط أو في رياضة كرة القدم تعرف قد إيه إنه النادي الأهلي لأكثر تضرورا على مستوى الوطن العربي ومستوى إفريقيا وعلى مستوى الوطن العربي تبتكلم على حجم إرادات تقريبا تقريبا بنسبة تقريبية في الموسم الواحد يوصل بس من تذاكر المباراة يعني بس من حسة الأهلي من بيع تذاكر مباراةه في الموسم لأنا حسبتها بحسبة بسيطة جدا تخترب تقريبا في المتوسط وممكن طبعا رقم يزيد عن كده بشكل كبير جدا حسب أهمية المطشاط وحسب سعر التذاكر اللي بيتم تحديده لكن أنا حسبتها بالمينوم تقريبا تتكلم على 124 مليون جنيه سنويا يعني أي ما يوازي من 3 إلى 4 مليون دولار شوف أنت تحسابها إزاي من 3 إلى 4 مليون دولار سنويا بس بس من إرادات تذاكر كرة القدم وعلى نفس المستوى بقى كل الأندية إذا كانت كلمة أندية الشعبية بالذات اللي تضمن أنه لما تكون لها مطشاط يكون فيها حضور جماهية كبير أن الأندية برضي بس طبعا فيه تفاوت في درجة التضرر من ده تعالي أخبارنا أي النهاردة؟ تعالوا نشوف الأهلي نيوز روم فيها أياه أبدأ مع حضراتكم من الأهلي اللي بيرجع إن شاء الله بإذن الله بكرة يبدأ ويرجع أو يرجع مرة تانية للتدريبات بعد راحة سلبية أداء مستر مارسل كولر للعيبة لمدة 6 أيام من بعد مباراة لإسماعيلي لو لسه فاكرين المباراة اللي انتهت بفقوز النادي الأهلي بنتيجة 3-1 من بعدها كانت فترة توقف طويلة استغلها مستر كولر إنه يدي راحة سلبية للفريق ويرجع بكرة إن شاء الله الفريق استقنف تدريباته مرة تانية ويمكن مستر كولر حيب يتطمن طبعا على الأوزان فالعودة دي هتبدأ بقياسات أوزان للعيبة اللي هتكون موجودة طبعا أنت بيغيب عندك لعيبة كتير يعني خليني أقول لحضراتكم الأسماء اللي غيبة أنت عندك الشناوي وهاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنع وماروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات دول منتخب أول عندك علي معلول طبعا مع تونس أليت زينج مع منتخب مالي وعندك حمز علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأولمبي عندك بعد كده لا هو حمز علاء بس أعتقد بعد كده عندك بقى القائمة الغائبين بسبب الإصابة أو برامج التأهلية عندك كريم فؤاد السلية كريم ندفد صلاح محسن فبالتالي أنت بكرا إن شاء الله هيكون الفريق تقريبا نص حمولة يعني الموجودين طبعا مهم جدا لأنه أعتقد كمان أنه ميستر كولر بيفكر في بداية أعتقد أنه زي كنت بتتكلم على تونس بتلعب في اليابان مثلا هتلعب يوم السبعة عشر فمفترض أنه علي معلول أعتقد أنه ميستر كولر دي وجهة نظر مش معلومة يعني ممكن يكون مطلعهم الحسابات فإنت محتاج تجهز كريم دبيس محتاج أعتقد كمان ممكن أليوت زينج اللي هيكون بلعب مع عملي في الصعودية في التوقيت ده ممكن تبقى محتاج ورقة بديلة وإن كانت كل البداية اللي عندك موجودة مع المنتخب الوطني سواء مروع نعطية سواء أحمد نبيل كوكا إمام ممكن جدا يبقى برح حسابات المباراة الزهاب محدش عارف لسه يعني هيتعرض على هيتعمله كشف طبي يحدد على أساسه إذا كان لائق طبيا قبل يوم عشرين ولا لأ وحتى إذا كان لائق أعتقد كمان أنه يجيب الفورما اللي كانت قبل تعرضه لإصابة في مطش الإسماعيلي ممكن وحتى لو أجاب الفورما ممكن جدا جدا ميستر كولر يقولك لا ممكن تبقى مغامرة أن أنا أحطه في مطش زي ده في تنزانيا وظروف صعبة وإلى آخره فالأفضل أن أحافظ عليه واتطمن لأنه بعدها باربعة أيام أنت هتلعب مطش العودة هلعب يوم عشرين في تنزانيا إن شاء الله نرجع يوم واحد وعشرين أو لو رجعنا عشرين بالليل أربعة وعشرين هيكون عندك مطش في القاهرة غالبا الفرقتين هيرجعوا مع بعض يعني لعبوا المطش في تنزانيا والأهل وسينبا هيجوا القاهرة مع بعض في نفس الرحلة يعني بنفس الوقت يعني نفس الزمن ما أصوطش نفس الطيارة عشان يستعدوا لمبارات يوم 24 طيب خليني بمناسبة سينبا التنزاني نروح لمولانو إيريك نجانبي ده نائب رئيس سينبا التنزاني معاين من خلال تقنية الفيديو كونفرنس تعرف منه على السعادات لأنه المطش ده ليه اهتمامات كبيرة جدا عضو مجلس إدارة نادي سينبا التنزاني نرحب بيه ونشكره طبعا بشكرك على مشاركتك معنا في السادسة وأهلا وسهلا بك معنا على الشاشة الأهل شكرا جزيلا على استضافاتي سيد سيف موبا طبعا عضو مجلس إدارة نادي سينبا أنا عارف أنه فيه اهتمام كبير جدا مش بس عشان المباراة بتجمع بين سينبا والأهلي في افتتاحات البطولة لكن كمان فيه اهتمام كبير جدا بانطلاقة البطولة في نسختها الأولى فيه دعوة عدد كبير من الشخصيات لحضور مباراة الجمعة المقبل أريد أن أعرف بداية تحضيراتكم واستعداداتكم للصدافة المباراة وافتتاح البطولة حسنا شكرا جزيلا في البداية كعضو مجلس إدارة لنادي سينبا أود أن أقول أننا سعداء جدا لأن مبارتنا الأولى ستكون أمام أصدقاؤنا النادي الأهلي المصري بالطبع نحن استعدادنا جيدا وكل تحضيراتنا ضعفناها لأجل هذه المباراة في تنزانيا كل الأمور على استعداد وحتى لمباراة مصر نحن مستعدون بشكل جيد لهذه المباراة خليني بداية نتكلم على استعداد الفعلي لاستقبال المباراة هل تم طرح تزاكر المباراة هل تم تخصيص جزء لجماهير نادي الأهلي وإيه هو عدد التزاكر اللي هيكون مخصص لجمهور نادي الأهلي على ملعب أعتقد بانجيمين ماكابا الملعب اللي ستضيف المباراة نعم نعم نطبع كما تعرف أن ملعبنا أن ملعبنا ملعب رئيسي في تنزانيا وكان لدينا كثير من كان لدينا كثير من التحضيرات الخاصة بالإستاد قبل المباراة الملعب والمدرجات التي تطابق معايير الاتحاد الإفريقي فالجماهير كلها مستعدة لحضور المباراة والملعب كذلك مستعد في 20 أكتوبر فأعتقد أننا قد نفذت التذاكر بالفعل من جانب التنزاني قد كلها بيعت ونحن نضمن ذلك أن يمتلع الأستاد نحن ننتظر كذلك لجماهير الأهلي لدينا جزء كبير من جماهيركم في تنزانيا جاهزون أيضا لحضور هذه المباراة لذلك نحن في انتظاركم نحن مستعدون جيدا نحن جاهزون لهذه المباراة أمام أصدقائنا كما ذكرت في النادي الأهلي في النادي الأهلي الرياضي نعم خليني أكلمك عن المواجهة واحد فريق سيمبا أمبا عمد لتعقدات العدد كبير جدا من اللاعبين رأيك على تأثير ده على فرصه في المنافسة الموسم ده سواء في الأفريكن ليج أو في الشامبيونز ليج نعم في البداية نحن سعداء للمشاركة في البطولتين وخصوصا في أدور السوبر الإفريقي كما تعرف فنادي سيمبا نادي كبير كما الحال النادي الأهلي فالأهلي هو الأكبر في أفريقيا بالطبع إلا أن يكون على الساحة وخارج أفريقيا أيضا فبالتالي نحن جاهزون لبداية هذه البطولة دور السوبر الإفريقي لذلك قمنا بالصفقات ولدينا بالفعل لعبون جيدون من قبل نحن نعرف أن لعبين جاهزين لخوض البطولتين ولكن كان يجب ولكن كان يجب علينا أن ندعم وأن نشتري بعض اللاعبين الآخرين الرائعين أيضا ليوافقوا هذا المستوى العالي من اللعب في أفريقيا فبالتالي نعم نحن السعداء هل في أسماءها دغيبة عن مواجهة يوم الجمعة المقبلة هل في غيابات في صفوف فريق سيمبا نعم تم تحديد موعد المباراة كل لعبون جاهزون كل لعبون في حالة بدنية جيدة لا يوجد لدينا غيابات إلا لعب واحد فقط أنا تفهم أنه أنه ليس جاهزا لدينا حالة إصابة واحدة ولكن وكان هذا منذ عدة أشهر ولكن داقي اللاعبين جيدين وجاهزين لخوض هذه المباراة عضو مجلس إدارة نادي سيمبا تنزاني بشكرك شكرا جزيلا وكان كلامنا متواصل مع حضرتكم وأخبارنا عندنا كلام كتير طبعا لسه عن منتخب مصر وعن مطش الأهلي سيمبا لكن بعد الفصل دا السيناريو اللي جاي السيناريو السسبنس والإصارة سيناريو بداية الموسم الفعلية والحقيقية اعتبارا من يوم عشرين خد عندك واحد بطولة السوبر الأفريقي للأهلي إن شاء الله بإذن الله لو وصل للمرحلة النهائية أو وصل للمباراة النهائية يعني هيكون عنده ست مباريات في منتهى القوة بداية من عشرين أكتوبر لإحداشر نوفمبر ندخل بعدها في تصفيات منتخب مصر لكاس العالم ثم نرجع للدوري وبداية دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا ثم بطولة كاس العالم ثم كاس أمم الأفريقية ثم نوكاوت في دوري أبطال إفريقيا ثم تكملة الموسم مشوار صعب جدا 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 بالنسبة لعبة الأهلي السندي والبداية مع ضيفي النهاردة فيه السادسة كابتن سعيد عبدالعزيز اللي بشرفني في قناة الأهلي النهاردة هتكون مع منتخب مصر بداية وأولا نرحب به ونشكور على وجوده وعنا مساء خير كابتن سعيد وأهلا وسهلا من دور الدنيا مساء النور وأنا طبعا أنا بتشرف أن أنا بابقى موجود معك ولا سارف لنا وابقى سعيد جدا لما بيكلمون أنا بابقى موجود معك شرف لنا كابتن سعيد خلينا أبدأ معك من منتخب مصر وقبل ما نروح لوراعة أمم أفريقيا خلينا نتطمن على الشكل والمضمون شفت مباراة زنبيا إزاي وهي مكاسب منتخب مصر وتقييمك لأداء منتخب مصر في المباراة دي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية احنا دخلين على معارك الفترة الجاية وكلها حاسمة يعني كلها تبقى مصرية بالنسبة للمصر سواء للناد الأهلي أو منتخب مصر الطبيعي جدا أن أنت تعمل مطشط ودية ما ننساش في الاعتبار أن زنبيا سنة 2013 كانت واحدة كاس الأمم فرقة مش هينة فرقة مش ضعيفة لكن احنا نبص نفسنا المطشط الودية دي بتتعمل عشان الأخطاء نشوف إيه السورات اللي موجودة عندنا لا سبك من نتيجة أنا عايز تقييم للأداء أنا داخل في الأداء بس أنا الأول أجيب من الأول عشان يبقى في تركيب والنسبة سعيشة معنا هم خدوا أمم أفريقيا 2013 وإحنا خدناها عشرة وثمانية وستة تمام فبالتالي احنا نتكلم على تاريخ كبير كبير لا أنا أقصد أن مستوى الفرقة مش ضعيف يعني أقصد اختيار الاختيار نفسه اختيار صحيح هو حتى كمان لما جاب فرقة من شمال أفريقيا جاب فرقة شرسة جدا جزائر يعني مش جاب مثلا تونس واحد من أقوى منتخبات أفريقيا طبعا فأنا أظن أن الاختيارات موفقة فيها طبعا من حيث القوة من حيث القوة القوة والندية أيوة طبعا طبعا أنا شايف أن مطش زنبيا كانت مباراة كانت شيقة منتخب مصر أدى فيها بشكل كويس الخطوط كانت متقربة بشكل كويس لكن إحنا وجهة نظرة الشخصية أننا كان عندنا مشكلة في التحضير الكثير اللي في نص الملعب ويمكن ده نتيجة النمط السلاسي لملعب طارق وفتحي والنني على أساس أن الرجل لو طارق حمد هو اللي ارتكز رقم 6 عنده النني وعنده فتحي نوم أنت شايف التركيبة بتاعت نص ملعب مصر إزاي يعني في ناس كتير جدا مستغربة أنه التلاتة يبدأوا جنب بعض لأنه التلاتة ممكن بشكل كبير يكون طريقة لعبهم وستايلهم تقريبا نفس البروفاير متقارب هتحتاجهم لو في المطشاط قوية هتحتاج ثلاثة يفيله نص الملعب خد بالك في المطشاط بنحتاجها أنت تتهي في نص الملعب دم زنبيا دم زنبيا هو بيجرب هو بيعمل تجربة هو بيعمل تجربة بدليل أنه هو بعد كده دخل زيزو في نص الملعب ولو كان موجود إمام ربنا يا رب يشفيه ورجعه بالسلامة كنت تلاقي إمامه وزيزو الاثنين في نص الملعب الاثنين يفرقوا جدا مع المهاجم مع الاطراف هتعمل شكل أفضل من كده بكتير لكن هو ممكن يكون طبعا الرجل في دماغه كذا سيناريو كذا سيستم بتسليش أنت هتلاقي بغانا ها هجيلك في المجموعات خلينا أسألك السؤال الجنرال يعني السؤال يعني نقوله من الحداشر اللي في مصر اللي جابت انسعيد يراهن عليهم من هم الوفاقين وفت وفي الملعب جنب بعض يروح يجيبوا وكاس أمم أفريقيا ويجوا عندنا الحداشر دول ولا ما عندناش والله لا عندنا عندنا مين الحداشر ركبت انسعيد ربنا طبعا يوفق الشناوي عندنا عمر كمال وعندنا هاني عندنا لا أحطي لحداشر حداشر أحط عمر كمال أحط عبد المنام أحط ياسر أحط فتوح أحط إنني أو طارق واحد فيهم عشور لو لاحق يا رب يبقى موجود إن شاء الله لا على أمم أفريقيا إن شاء الله بإذن الله يبقى موجود بأمر الله ولو لاحق هتبقى مجاسفة لكن هتبقى إن شاء الله بإذن الله على حاجة إيجابية لنا يلعب إمام وزيزو وتريزيجيه ومحمد صلاح وحط بقى أي فرود ممكن شايف أن هذه التشكيلة المثالية لمنتخب مصر إيه الحاجات التي ألقيتك من أداء المنتخب في ماتش زنبي هو اللي يقلق إن أنت تحتفظ بالكورة كتير سلبي إن إحنا أنت بعمل شكل كويس بس التحضير سلبي كتير لكن أنت بتحضر لأنه هو إحنا بنقول كل مدير فني وليه الشغل الراجل أنا شايف أنه هو بيعتمد بالطريقة الأولى إنه هو يعمل عملية التحضير أو البلد الجاب الذي يقول عليه عنده أكتر من مخرج للهجمة لكن هو عايز يعمل زحمة في نص الملعب ويمكن هذا عشان التنويع في المباراة يعني أنا عندنا حتى المجموعة لما حضرتك تسردها هتلاقي الفرق مختلفة ففي فرق هتضطر أنت تهاجم بشكل كويس هتضطر تلعب بديفندر واحد بس في ماتشات هتضطر تلعب بثلاث ديفندرات أساسا عشان لما تستكشف بقى الفرقة وتشوف نتيجة المباراة وصير المباراة والوقت نفسه فالموضوع كبير من السهل يعني أنا عشان تجارب بنعيشها حتى مع فرق أقل شوية لكن انت بتاعد مثلا قبل الماتش كل ماتش ليه حساباته حسب قوة المنافس وحسب إمكانياته خاصة أستاذ أحمد حضرتك عارف أن أفريقيا كل ما وكلمنا فيها حضرتك من فترة ما بقاش فيه فريق دلوقات السهل كل الفرقة في أفريقيا دلوقاتي معظمها بتلاقي 11 لعيب أساسي والقاعدة برح تياطي محترفين فما فيه دلوقات تقدر فرقة تقيمة تقول إنها وحشة أو كويسة يعني تصفيات منتخب مصر في كاس العلم تصفيات صعبة من وجهة نظرك أنا شايفها صعبة شايفها صعبة وأنا أو الله أنا لا أستسهلش أي حاجة أسيبك من أنا ما أستسهلش ومنادي كل حاجة حقها واعترام المنافس صحيح لازم تمام متفقين طبعا يعني ما فيش ما إحنا أو إثيوبيا هي مش كذبتنا في تصفيات أمم أفريقيا وكان يعني واحدة من نتاج اللي مش متوقع اللي مش متوقع لكن في النهاية كل شيء وقارد في كورة القدم وبصرف النظر عن اسمه ومنافس أنت تنزل تلعب لعبك وتنزل تدي كل 90 دقيقة أقصى ما عندك بصرف النظر عامين لكن في النهاية نسبيا أعتقد أنها تصفيات مية مية إن شاء الله هي مية إن شاء الله يأفوض أنه ميسر ري فيتوريا في جيب الشاكت عنده كده من جوا في تسكرت نحن كلنا مطمئنين لكن الكرة بذات ما فيش يعني غدار زببه في صغرات فعية في المنتخب تقلقك لأنه وأنا بتفرج على أي مطش المنتخب في الفترة دي ببقى مش بقيس بس على الفرقة اللي بتلعبني بقيس كمان على العتاولة اللي أنا راح أقابلهم وبالتالي لو أنا الصغرات دي ظهرت قدام فريق زي كودفار أو فريق زي السنغال أو فريق زي الجزائل اللي أنا راح ألعبه حتى ودي أو المغرب أو أي فريق من الكبار في بطولة زي بطولة أفريقيا حندفع تمانها غالي جد هو في ميزة كويسة جدا إن إحنا عندنا خط الدفاع تقريبا يعني من فترة وهو ثابت يعني الشناوي الحمد لله ما فيش تغير عبد المنع ما شاء الله في أحسن حالاته ربنا يا ربي يحفظه عندك ياسر ما شاء الله في أحسن حالاته هاني في أحسن حالاته فتوح في أحسن حالاته حتى لما بيجي نغير ما فيش تغير كتير ما عندكش أنت أصلا باديل لأن إحنا ما عندناش كذا باكلفت إن إحنا نغير أو ندي فرصة باكلفت ما فيش غير أتنين أزمة باكلفت في مصر طبعا أزمة فعلشان كده إحنا بندخل بقى فرصة ندخل نبارك للمنتخب الأولمبي أنه يفاز على الأردن ونرجو أنه يبقى فيه إحنا برضو كان لدينا مشكلة جيلة بوتريكا بعد أن انتهى الجيل ده إحنا بقى فيه فوارق كبيرة جدا بدأنا ندور على المنتخب وإزاي تعمل المنتخب وإزاي تكون تشكيل وإزاي 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 وعد علينا مدربين كتير جدا قلنا فشلوا ونجحوا وبدأنا نتكلم ولكن لو فيه تواصل دلوقتي أو اندماج بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي وأنا سمعت أن الكلام ده موجود بالفعل يعني أنهما بيعملوا اجتماعات أن طريقة اللعبة تبقى واحدة السيستم اللعبي يبقى واحد كلام ده كله هيعمل اندماج وهايعمل وشيخلي فيه فجوة بين المنتخبات وزوله ده بيحصل برا في أوروبا يعني وكون كما هو منتخب أولمبي وفيتوريا أخذوا منتخب أول صحيح تعال نشوف قرعة بطولة أفريقيا وتقول لي رأيك فيها وحصوص المنتخبات طبعا هنركز على مجموعة منتخب مصر لكن نشوف رأيي كابتن سعيد في بقية المجموعات ومين ممكن يكون قريب من التأهل فيها مجموعة الأولى عندنا صحي للعاج عندنا نيجيريا مجموعة نارية ومعهم غينية الاستوائية ومعهم غينية بساو طبعا دي شبه محسومة طبعا مين كوديفورف الأول ونيجيريا ولا نيجيريا نيجيريا لأول نيجيريا لأول مجموعة بي او المجموعة التانية عندنا مصر وغانا والرأس الأخدر وموزمبيق مصر وغانا مصر وغانا مجموعة سهلة نسبان بالنسبان لنا صح؟ ان شاء الله او موزمبيق ممكن تعمل معنا مشكلة لا هو ان شاء الله مش هتبقى فيه مفاجئات بإذر الله مجموعة الثالثة عندنا سنغال والكاميرون وغينيا وجنبيا لا، سنغال والكاميرون طبعا طبعا في ثلاثين طويل مجموعة الرابعة عندنا الجزائر بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا الجزائر؟ ومن قلنا القول؟ معنا بوركينا فاسو وعندنا موريتانيا وعندنا أنجولا أنجولا فرقة كويسة كمير بروكينا فاسوا على فكرة مش وحشين لكن الجزائر أشرس وممكن احنا قلنا بروكينا فاسوا انت قلت انجولا وانا قلتك بروكينا فاسوا انجولا وجزائر طيب المجموعة الخمسة عندنا تونس عندنا مالي عندنا جنوب أفريقيا عندنا ناميبيا فيه ثلاث فرق كويسين جدا يعني ثلاث فرق جمال عدتها كنتم جميلة جنوب أفريقيا فرق كويسة جدا السنغال طبعا لا وتونس طبعا لا السنغال برر المجموعة احنا تونس ومالي تونس مالي جنوب أفريقيا ناميبيا تونس ومالي ادي فرقتين احنا قلنا ثلاثة الاثنين اللي عينين مين وجنوب أفريقيا احنا قلنا الثلاثة دول ناميبيا برر حسابات شوائية يعني خبلك مالي فرقتين قوي احنا صنعت فرقة اتفرقتها على المطشاط وديها التلاث فرقة بصراحة أقوية مالي طول عمرها عندها عندها منتخب قوي جدا بس ما يعرفش سكة البطولات يعني هنقول الأقرب ممكن نقول تونس ومالي تونس ومالي الأقرب والمجموعة الأخيرة المغرب والكونغو والديمقراطية وزامبيا وتنزانيا تنزانيا لا لكن المغرب طبعا رقم واحدا مغرب عن متخب يعني متخب كبير متخب فيه جدا تاخد معها كونغو ولا زامبيا والله يعني ممكن كونغو أو زامبيا وان كان يعني خبارك كونغو في رقم كويسة جدا لكن كرة الأفريقية مع بعض ما تقدرش تقول من يكسب لأن الاتنين المستويات متقربة طيب النتائج يعني بتاعت ربنا طبعا حتش يقدر يقراها لكن في النهاية في مؤشرات لمين المنتخبات اللي رايح تنفس في البطولة دي صحيح من وجهة نظرك مين أقوى المنتخبات المرشعة خلينا أوصل معك للمربع دهبي ده مربع دهنت أتنق كتير ده احنا عزيزين مربعين لا هم مربع أنت تختارهم أقوى أربع منتخبات في أفريقيا في الوقت الحالي بتقري فيه منهم يعني السنغال اسمين ما فهمش النقاش يعني أنا أولا أتمنى يعني ان شاء الله بإذن الله تعالى مصر ان شاء الله بإذن الله تعالى لكن انت عندك السنغال فرقة جمدة جدا نحنا اللي بيمايزنا في البطولات دي الحالة المعنوية وحالة الروح الأوقات كتير بتتعوض المشاكل اللي ممكن تبقى موجودة فنية يعني لكن تهالي منتخب مصر لما بيتجمع ويبقى بطولة مجمعة بيعرف يشحن بطرياته كويس والله كلامك محترم غير لما تجيبهم كل شوية من هنا ومن هنا ومن هنا ده مركز ده مش مركز ده مشغول باله بنادي ده مشغول بطولة مش عارف ايه لكن لما بيتلموا كده بطولة مجمعة بتفرق معا في حالة كده بتحصل أنا بحب أجي معاك عشان انت بتحضر والله بجد يعني انت زي بكون قاري اللي احنا نقوله لو احنا حتى جينا من ايام كابتن حسن شحاتب بنيجي على المطشاط الودية بس بشكلنا وحش جدا لكن في اي بطولة مجمعة من ايام كابتن جور الله يرحمه حتى من ايام بركينة فاسة لو انت فاكر احنا اخذناها وانا كل يوم كانوا بيستعدوا انهم مشيلوا الشنطة منتخب مصر لما بيتجمع في مكان بيتحميل المسئولية وبيزهروا بشكل كويس فبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى مصر مصر سنغال كاميرون كودوفار مع احترامك كامل لكل الفرق الموجود مصر سنغال نيجاريا كاميرون واستبعدت منتخب المغرب ربع العالم انا بص انا دي وجهة نظر دي وجهة نظر انا اخذ بالك الفترة في هذه دي بتفرج على المطشط والدية كتير فيمكن المطشط والسنغال كاميرون وكاميرون ونيجاريا ونيجيريا حتى كودوفار صاحبة الارض والجمهور استبعدتها وارد كل حاجة وارد كلها ما احنا عمالنا بطولة هنا وخرجنا وارد وارد ممكن دي بقى ضغط عليه ايجابي او سال دول افضل اربعة شايفهم فروا مش افضل احنا بنقول احنا بنقول افضل لكن في منتخبات ثاني قوية احنا قلنا احنا عايزين اربعاتين مش اربعه نحط اربعه انت نزل نقاتلي فاربعه فهم لي تمام كابتن سعيد طيب خلينا نروح معاك لملف الدوري المحترفين والسنة دي يمكن اول نسخة مش اول نسخة صح بعد ما كان ثلاث مجموعات خلاص تلغى لشكل القديم ده كتير من الناس قالت طبعا كان فيه طيار معارض بعنف لقصة انه الدوري يبقى من مجموعة واحدة لكن في النهاية ظهر للنور وانت كنت جزء منه اعتقد انك توليت مسؤولية تدريب نادي النجوم اه مسكتوم مباراتين اه مباراتين اه يعني احتكيت وشفت الدوري وقربت منه اكيد درست الفرق اللي بتنافس فيه وبداية كده خليني قبل ما اتكلم على تجربتك انت والشخصية اشوف تجربة الدوري البطولة دي هل انت شايف انه الشكل الجديد ده اضاف كان لي تأثير ايجابي على مستوى المنافس وعلى الكرة بتتقدم في دوري المحترفين هو البداية ان انت عملت حاجة جديدة اولا دوري قوي جدا انت اخترت صفة الاندية يعني اخترت الاندية اللي بقى فيها فلوس لان انت عارف انت الدوري قبل كده كان ثلاث مجميع بحري وقاهرة والصعيد كان كل مجموعة بتلاقي مثلا فيها اربعة وخمس فرق هما اللي بنفسوا والباقي كله بيبقى موجود تحت او يعني ناس ما بقاش يعني بيناوش او لكن الدوري المحترفين ممتع يعني انت مثلا النهاردة بتلاعب انا كنت مثلا لعبت المكادي بعد كده خارجت أسوان كان جاي للقناة مش عارف خارج بعد كده ابلتصالات فانت بتلاعب مطشط كلها كأنك بتلاعب مطشط دوري يعني انك اللي ما يعرفش او مش متابع انت جمعت كريمة التلات مجموعات ايوه حطيتهم مع بعض في بطولة واحدة ولكن اي ولكن هتيجي بعد 7 او 8 مطشط الفرق اللي معها امكانيات وعندها استقرار وجابت لعيبة كويسة هم افضل كلهم معهم امكانيات بقى لا مش كلهم مش كلهم برضه يعني 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 منع الاحراج يعني فيه مش أقل من 5 او 6 فرق يعني امكانياتهم عادية اللي هي زي اللي هنقول اللي انت كنت رقم واحد في الدور العادي لكن دلوقتي بالنسبة لما تخش على فرق هديك أمثلة مثلا زي القناة فرق زي اللاتصالات فرق زي ودي دجلة فرق زي راية فرق عندها امكانيات مش يعني مش طبعية يعني وكان قدامهم موقت طويل وجابوا العيبة بمبالغ كبيرة تقريبا تكاد تصل الى الدور العام فالدوري ده دور قوي لكن انا شايف انهم لازم بقى فيه اهتمام اكتر بالدور ده لان يعني انا بعتذر لو انا هقول حاجة غلط لكن الحكام اللي موجودة معظمهم او يعني نسبة منهم ممكن تقدي الى الدور ده يعني يبقى مش عايز اقول ما يكملش لكن في مشاكل تحكمية يعني كتير جدا فيه فار ولا ما فيش فار وحتى اقترح ويبقى حتى يبقى فيه حكم خامس فيه ضربات جزائي بتحسب حاجات يعني لما مش عارف حضرات متابع المجتابع حاجات مش عارف هل ديو وهمية ولا ما حنشفى مسحنا ما يحبش اكلم في التحكيم لكن لازم يبقى فيه هم هم في الاتفاق اصلا قالوا ان فيه فار ما فيش فار لازم تعمل البديل البديل حتى على الال حتى حط حكم خامس يعني انا في مطش مكادي ظلمت في ضربات جزائي جناية مطش راية والسكة الحديد في الديئة مثلا 98 او 97 ضربات جزائي يعني لو شفتها انت تضحك فحاجة يعني وهمية تقصد وهمية جدا يعني يعني العيب يلبس حكم ضربات جزائي يعني بدل ما انا اترد يعني انت بضيع تعب فرق وفلوس الدفعات ومعسكرات وكلام ده لازم بقى فيه حزم شوية حتى لو انت الدوري شكل المنافسة في عاملة ازاي يعني بصرف النظر عن مين هيتأهل ومين ممكن ينزل لكن انا بقصد اقول في الدوري المصري مثلا لما بيبقى فيها ثلاث فرق بينفسه عقمة بنقول لعندنا منافسة لكن بتلاقي في النهاية انه هم فرقتين او ممكن يعني في بعض الوقات يبقوا ثلاثة وساعات بيبقوا فرقة واحدة هنزيل اهلي صحيح يعني بيكلم بمنطقة الصراحة بيكلم على شكل المنافسة والله مش على الاندية تلاقي المنافسة فوق ضعيفة والمنافسة تحت على الهروب من الهبوط ضرب نار هل الوضع كده عندكم برضو في دوري محترفين ولا في خمس ستة اندية ممكن يكونوا في حالة صراع بينهم على المركز الأولى في توازن زي الدوري الانجليزي كده تشوف 4-5 فرق يضربوا في بعض في المقدمة والدوري مولع أولا لا يوجد مكياس بأن الدوري الانجليزي في المحل لا 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 أنا أتكلم على فكرة انه في الدوري الانجليزي ممكن مثلا السيتي أو الأرسنال اللي هم أول وثاني يبقوا بيلعب مثلا لستر أو ليدز أو أي فرقة مش متنافسة بس تلاقي الليدز بيكسر عادي فيش مطش أو مفيش مباراة نتيجتها محصومة مقدمة انت عندك من 70% لـ 80% هنا مطشاتك في الدوري مثلا قبل ما الحاكم يصفر للصفارة انت عارف مين اللي هكسب يعارف الفوارق والنتيجة الطبيعية والمتخار وغالبا هذا اللي بيحصل هو ما احنا عقلنا بقى ان الفرقة بقت قوية شوية يعني الشكل تغير والمضمون بقى كمان نتغير لكن لو انت حضرك بسد على الجدول من أول الثامن لحد العشرين اللي هو آخر فرقة من الثامن للعشرين الفرق ثلاثة بونط يعني مطش واحد بس فالموضوع مش صعب لكن انت عندك فرقة باين عليها من الأول انها عايزة ودائما دور الدرجة التانية اللي ان انا موجود في الدرجة التانية تقريبا بلي 16 أو 17 سنة فانا الحمدلله عندي خبرات كتير في الدرجة التانية شايف بترويجيت واخد الموضوع بالجدية من أول الدوري في ثلاث مبارات ديجلة ماشي بشكل كويس جدا قناة ماشي بشكل يتأهل منهم للمنتجز ثلاث أصحاب اللي هي زي راية السكة الحديد هتبدأ تخش فرق يعني أنا أقول لك من المطش السبع أو الثامن هتاخد ستة أو سبع فرق اللي هم هل هي عنديها شعبية في الدول كتير ولا برضو أغلبها عنديت حقيقات وشركات فيه انت عندك فيه بس لكن الإمكانيات عندهم ضعيفة شوية بس موجود يعني في عنديها شعبية في موجود عندها تانطا ما زي المحلة اللي شفناها السنة اللي فاتت يعني هو غير لعيبة كتير لكن المشكلة الأكبر اللي بتقابل الفرق دي لان أنا جربتها أولوح جربتها إن أنا بلعب مكادي النهاردة هنا في القاهرة بعدها بيوم بسفر أسوان قطر ينوم فبالتالي أنت بسفر 18 ساعة يعني أنا سفرت قبل مطش بيوم راكب القطر إمكانيات هذه رحلة داخلي المفروض برضو فيه إمكانيات طبعا عشان كده هتجد أنا أقول لك فرقة سفر بطيران وانت مغمض لكن فيه فرقة سفر قطر وفرقة كتير جدا فأنت لما تحجز القطر ده من عندنا مثلا من القاهرة لحد أسوان 14 أو 15 ساعة وقت ترجعهم في نفس اليوم يعني إحنا الأول طبعا عشان الناس برضو تبقى فاهمة عشان إحنا بعيد شوية عن الدور ده كان زمان البعد الجغرافي هو اللي بيحكم الفرق المتنفس يعني فرق بحري بتسفر وتلعب كل مطشطها في منطقة بحر القاهرة نفس الحكاية الصعيد نفس الحكاية فاك عملية التنقل والسفر كتلو بجت مفيش تكلفة ملايئة كبيرة ومفيش وقت وتعب أو إرهاق على الفريق كبير رأي لكن دلوقتي رأي أنا الأول كان أحسن الأول كان أحسن بكتير دي متعبة جدا على الفكرة ولسه مش دلوقتي الفرقة يتعاني منها بعدين مثل لما يبقى عندي دورة درجة تانية أو دورة محترفين أو دورة ممتازبة في المستوى المنافس أفضل يمكن يبقى مفيد ده المستوى ممكن يبقى لمرحلة مضر شوية بمصالح القدية لكن ممكن يبقى مفيد للكورة بشكل عام وللمنتخبات يعني لما يبقى عندي عشرين فرقة كلهم مستويات قوية مجمحهم أكيد شكل البطولة هيبقى قوي أكيد حجم المنافسة هيبقى أكبر أكيد حتى إفرازات إفرازهم للعابين أو لمواهب جديدة لدورة الدرجة الأولى أو للمنتخبات هيبقى أحسن بكتير جدا من الشكل اللي احنا كنا عايشين عليه قبل تعالى نخذها نخليها ضربة يعني نقول نحن المتشاط دورة عام هتلاقي متشاط لأهل الزمارك مختلف عن الأهل والمحلة الأهل ومش عارف شبين مختلفة مختلفة من ناحية من ناحية القوة نفسها الأسكوادي اللي موجود هنا في بيتروجيت عشان عنده إمكانيات مش نفس اللي موجود هاي اه اقوى فرق اول فرق اللي هي كبت نفس على السعود هي الميزة الوحيدة إن العشرين فريق في الدور المحترفين كلهم لعبوا دورة عامة فده اللي مد شكل لكن فيه سلبيات وسلبيات كتيرة مش سلبيات صغيرة لكن هو الدوري خلص يعني ممكن السنة دي تبقى تجربة كويسة لكن لازم يتعامل حاجة تاني جديدة لازم يبقى عندك فور لازم يبقى عندك استعدادات كويسة باللندية اللي هي المفروض عايزة تصعد من البداية إنها تجيب لعيبة كويسة لأن أنا شايف القناة مغير فرقة كاملة رأي عاملة فرقة كاملة المبالغ اللي بسمحها مبالغ كبيرة حقيس الكلام ده بقى بالنجوم يعني فرقة النجوم عشان امسكت النجوم مطشين مكادي وأسوان الرجل رئيس نادي مستر محمد ليه فكر استثماري يعني هو عايز يبيع اللعيبة بتاعته فطبعا أنا هبيع اللعيبة بتاعته من غير ما أنا أقعب موجودة على إلا حتى في الفرقة المقدمة فبالتالي هيعاني عشان كده هو دلوقتي تبقى الأخير بعد المطش الأولاني كنا نحن العاشر مطش أسوان كان تحتنا تمام فرق المطش اللعب طبعا عملت ايه تعادلت مع مكادي والله يضرب الجزاء الجنية طبعا في المطش بس عادت يعني ما بنحبش نتكلم عن تحكيم يعني مطش أسوان خسرت 2-0 ورغم كده أنا ساب الفرق وتحتي تمام فرق منهم راية وفرق كبيرة المطش الفاته طبعا أنا مش موجود هم خسروا 3-0 لأنه هو الفكر نفسه مختلف يعني أنا لما بعد مثلا مع نادي راية أو نادي القناة أو نادي الاتصالات بعضنا رئيس النادي في قوضة مغلاقة طبعا تعرف حضرتك الكلام ده طلعا أنت هدفك إيه هدف صعودي بقى أنا محتاج لسكواد معين مبلغ معين عندي فترة اعداد فرقة النجوم دي بدأ قبل الدور ما يبتدي بعشرين يوم طبعا مصر جريدو اللي كان موجود طبعا أنت حضرتك عارف مصر جريدو ندور فرن يشاطر لكن عشرين يوم مش هميل فترة اعداد هم كانوا جايبين جريدو في بداية الموسم في بداية الموسم رجل يصرفوا هم كابتن سعيد يعني فيه في بجت أكيد الرجل ده مش جاي برقم والله يعني فيه حاجات أنا ما بحبش أتكلم عن عن الإدارات بالذات خاصة الحتة الإدارية لا ده شي ما يعبهمش بالعكس دي ناس دخل يعني أصد أقول الإمكانيات هنا متوفرة وبالتالي ممكن جدا يبقى يعني عملية المادة مش عائق يعني ولا ما مادة مش متوفرة ما نفاشك لا تعليق يعني لو أنا لو أنا حاسس بالدور ده واخترته لازم على الأقل وانا بجيب اللعيب أسخبالك انت حضراتي النهاردة أنا بلعب لعيب مثلا سير دباك 2006 و2005 و2003 يعني اللعبة دي كويسة بعد سنتين ثلاثة يدروا لعوه في الأهل والزمانك ويروحوا عند ديك كويسة وهو بصراحة هو شاطر والنجوم بصراحة أنا بقعب طول عمره يعني بيعرف ينقل ويجيب مواهب هو شاطر في الحتة دي لكن الدوري قوي عناصر خبرة موجودة في الفريق أنا أتمنى أنه يلحق نفسه في شهر واحد ويلحق يجيب دعي هل أنت نطيتم المركب يا كابتن سعيد؟ أنا مش نطيتم المركب أنا والله أنا عمري على فكرة عصر خبالك ده تاني مطش مش مستهلة لا هو وعلى فكرة احنا دخلنا في مداخلة مع بعض في إحدى القنوات هو قال يعني بيتكلم عليه بقول سعيد مدارب شاطر جدا لأنا أقلته ولهو هو استقال وانا فعلا لأنا استقلته ولهو أقني أنت أكيد مشلت لسبب هو السبب أنا بحتفظ به النفس لأنني أنا لو قلته يعني الشكل يبقى وحش لكن أنا بحترم نفسي قوي عندي الحمد لله مبدأ عندي شخصية عمري محد يستطيع يهزها لي حتى لو الشغل قاعد بعيد حتى فترة لكن مش غير مبداي ولا غير شخصيتي أنا لدي حتة فنية ممنوحة يقرب منها أي حتة إدارية دي مش بتاعتي مش مطالب مني إيزبع على حضرتك الكلام ده كله ودايما أنا بقسها بنهد الأهلي ربنا طول في عمر الكابتن محمود الخطيب ما أسمعنا مشكلة في حاجة لأن الرجل بيجي وعد مع مستر كور أنا محتاج يبلعي بواحد اتنين تلاتة اربعة مظبط أموري اشتغل ده لحد المعد النفسي جابه له فبالتالي أنت موفر لكل حاجة أنا كمدير فني هعمل إيه اشتغل في الملعب بس وبتحسب بعد كده أو بتقيم في النتائج في آخر الموسم ده مش الوضع في أغلب الأندية المصرية ده مش في كل الأندية المصرية هي مستقرة ماديا فبيسيب مدير الفني يشتغل براحته آه لكنهو مضغوط النتائج تضغطك لأننا بنتمنى حاجتين قبل المطش توفيق ربنا ثم حالة اللعيب بتاعك طيب اللعيبة لو كلمنا على اللعيبة نفسها هل يعني زمان أنا فاكر كويس جدا كتالأندية اللي بتطلع دي كان بتطلع نجوم منتخب مصر لها في أسماء كتيرة جدا من المينيا ومن الألمونيوم ومن الأوليمبي ونجوم كبير يعني مش لعيب في منتخب مصر ده نجمو في منتخب مصر شام عبد الرسول أحمد حسن أحمد الكاس أحمد ساري يعني اللعيبة دي كلها لعبة منتخب مصر وجاء من أندية وجاء من أندية مش أهلي وزا مالك صحيح هل في يعني مع تطور بقى المسابقة هل ده انعكس على مستوى العيبة هل تقدر تقول النهاردة مثلا كابتن سعيد هو بيتابع البطولة دي شاف لعيبة العيبة دي أقا تلعب أهلي وزا مالك العيبة دي أقا تلعب منتخب مصر أول أو منتخب أولمبي ولا القصة هي هي لا هو فيه فرق كبير طبعا بين الدوري المحترفين والدوري العادي طبعا لأن قوة المنافسة خلتك أنت جبت لعيبة انتوقيت لعيبة كويسة لو أنت حطتهم في مكان كويس والنتائج كويسة يعني تفرج لو مش عارفين حضرتك تفرجت على منتشاط ولا لا فرقة بيتروجات تعملها فرقة كويسة محترمة جدا عندهم لعيبة تلعب دوري عام يستريح جدا وده أكبر دليل على فرقة البلدية لو أنت حضرت فرقة البلدية أو زد نعملوش تغيير كتير في اللعيبة لكن لا زد اشترع برضو صفقات كتير مش يعني برضو مبقية لكن مش يعني مش قوي يعني مش قصد أنه هو مغارش التيم كله البلدية تقريبا منحفز تقريبا على 70 أو 80% من القوام بتاعه ده دليل أنه هو ماشي في دوري عام برضو بشكل كويس أنا قصد أن اللعيبة اللي موجودة في مصل اللعيبة كويسة جدا ومهارية وأزكية جدا لكن محتاجين لا والله كابتن سعيد الحريفة قال له لا المهارة قالت أه الحريفة اللعيبة الحريفة قالت يعني قلت لك حطي لي 11 حريف سيبك من الكورة وسبك من البطولات وسيبك 11 لعيب حريف عملي بيه مسكوات كده لو أنت حب تدرب فرقة تختار مين في 11 حريفة حريفة ما بقى سؤال سهل على كل أحوال خلينا نتكلم بقى على الأهلي ونروح للأسبوع ما قبل الصعب أسبوع التحضير لانطلقة مشوار صعب جدا عنيف جدا قوي جدا مع الأهلي هنتكلم أكتر مع كابتن سعيد عبدالعزيز في السادسة لكن بعد الفصل أنا الحقيقة يمجن قبل ما نطلع الفصل كنت بقول لكابتن سعيد قبل بس مفتح موضوع الأهلي اللعيبة الحريفة خلينا اسمع رأيه كده هو ليه الحرفانة قلت يعني أنا عارف كويس أنه في مراكز في الملعب ممكن تحتاج قوة ممكن تحتاج سرعة ممكن تحتاج لياقة وممكن المهارة تبقى من حيث الترتيب يعني في الآخر خالص لكن اللي يمنع مثلا أنه الحداشر مركز يبقى فيهم لعبة كرة حريفة يعني مثلا على سبيل المثال مش على سبيل حصر عبد المنعم مدافع مساك سنتر باك حريف كورته حلو تعيب كور إمام لعيب خط نص حريف عنده كور بوكس تو بوكس يشتغل تطلب منه مهام دفاعية تلاقي تطلب منه مهام هجومية تلاقي صحيح قدام عندنا كتير بصراحة الشحات زيزو بيرسيتا وبكامة ومتخب مصر ستحق لعيبة عندها كورة وتمتع يعني متعوز يعني الشحات ده ليه طابلوهات ليه شوية أهداف كده لما يجي يعمل ربنا يديله طبعا صحة وطلط وعم في آخر مشواره يعمل سيفي لمشواره في الملاعب ويجيب يختار شوية تجوان ممكن يحط لك عشر تجوان لحسين الشحات ما جابهمش يعني محدش جابهم قبل كذا في أصول ده أقول هم لعيبة كورة وفي نفس الوقت عندهم باية العناصر اللي يمنع انه احنا ممكن لو سألتك بجد طلع لي احداشر حريف في كورة مصرية في مختلف المراكز ممكن متعفش الجابعة السوائية صعبة طبعا صعبة طبعا لكن النمزج لحضراج الدربتها دي انا بقول على سبيل المسال عشان مش حد تاني يزعل مني النمزج دي صعب تلاقيها انت برضو النمزج ده حضراج دربته في الناد الأهلي فمتوفر له كل الإمكانات إلى جانب أصلا هو إمكانياته عالية المدرب صبر عليه كثير الحالة اللي بينه وبينه المدرب فيه نمزج موجودة في الزمالك على فكرة فيه فتوح فتوح باك شمال ولعيب حريف جانب ونص ملعب ويلعب ستة وشوف زيزو يلعب طرف ويلعب نص ملعب فيه عندك نمزج في كل الأندية فيه مراكز مبقيت معضلة بالنسبة لكورة مصطفى محمد مصطفى محمد حاجة جميلة جدا يعني احنا عندنا لكن المشكلة كلها في طالما هنرجع بقى غير شوية احنا معدش فيه موجود الكشفين اللي بينزلوا يشوفوا اللعيبة المهالية بقاش فيه كشفين بس بقى فيه انترنت بقاش فيه كشفين بس بقى فيه سوشال ميديا بقاش فيه كشفين احنا هكونوا نطلع المواهب دي من اللعيبة بتلعب بالكورة شراب على أسفلت طبعا بساعد في الطراب ايه المقصود محددك بالسوشال ميديا يعني يعني الدنيا بقت سهل انك انت الكشف ده عشان يروح يشوف موهبة في الوادي الجديد ولا في البحر الأحمر ولا في أسيوت ولا في سهاج كان بياخد القطر ياخد المشوار يروح يتفرج ويرجع يا صابت يا خاب أولا معظم مداربين اللي بيختاروا اللعيبة بالفيديو بيفشلوا انا شفت لا مش هزم اختاره بس أتليس اشوفه فاشوف مستهل اروح اتفرج عليه وتابعه وعمله تست ولل حضرتك مسك فرقة فحضرتك عارف أسماء اللعيبة اللي موجودة في الدرجة بتاعتك طبيعيا انا اقول اقوم بأسيب واحد وثانة وثانة واربعة وبرقم عرفت اقوم بأسيب واحد عرفته حسب بالإمكانات الموجودة لكن انا لما اقي لي فيديو وانا محتاج المكان فانت تعمل افضل افضل حاجة عندك مظموط انا لسه لا لا انا بقتنش بالهي لايتس لكن السوشال ميديا دي سيبك منها خلص لأن ما شاء الله ممكن أطلع ابني السماء وممكن أطلعه الأرض أو أوديه الأرض المبولة لكن أنا شايف أن طالما مش شايف بعناية اللعيب مع فرقته ومرة واثنين وثلاثة ما أقدرش أحكم على اللعيب لكن أنا ممكن أجيبه معي التمرين طب أنا جيبته معي في التمرين مش هو اللي في الفيديو ماشيت وتانيت أنا ظلمته لكن لو أنت من البداية يبقى أنت احترمت اللعيب واخترمت وخد بالك دي دي مشكلة وستحمة دانية لعيب اسمه عمر خدر عمر خدر لعيب عنه 17 سنة كان زمان في الزمالك يعني يبقى كده اتباع لزاد وزاد باعه لأستن فيلا وبصرف النظر عن قصته وحكايته ولويته لكن أنا سمعت قصة إزاي حد اكتشفه وقدمه قردي للمسؤولين والولد اللي النهاردة احترف سن صغير جدا في أستن فيلا والكل اللي أشاد به قناة إمري طبعا مدير فني على مستوى كبير جدا كان الراجل فاز ببطولات أوروبا ودرب أكبر وأهم الأنداف في الدوليات الخامسة للكبرى أشاد بيو بمستوى ما تيجي تسمع قصته وطلع ناس ازاي او حد اكتشفه ازاي ولف بيه ازاي على النوادي ومين ردي ياخده ومين مرديش ياخده تعرف إنه فيه مشكلة وإن فيه عندنا مواعب كتير عمل إيه بقى؟ عمل إيه؟ اللف بيه صح؟ وراح وصبر وعرف بس واثق إن اللعيب عنده قدرات لكن مش فيديو أي فدي مهم قوي إلى جارب دولات احنا عندنا حاجة مشكلة صعبة جدا احنا بنقابلها موضوع المستثمرين انا بيجيب واحد دولات مستثمر يقول لك أنا بخش الفرقة مش عارف او بيه او بيه او بيشتروا اندية ويدفعوا اللعيبة نفسها في لووس عشان تشارك في انا مش بفهم الفكر ده على فكر يعني انا افهم إنه هارده لو مستثمر زي مثلا مش احنا بنشوف مثلا في الدورة الإنجليزي دول أو سندي استثمار أو شركات كبيرة في الصين وفي السعودية وفي قطر خش تستثمر فاندية مش هدفهم إنه هم لما يستثمروا فيه جزء دعائي طبعا مفهوم بس فيه جزء تاني ربح استفيد فنيا وماديا ونادي زي السيتي ده بيخسر وكيد بيكسر الفلوس المليارات اللي تضخط فيه ما كانش ليها عوائد الفكرة هنا كابتن سعيد انت بتستثمر حتى لو بتستثمر تاخد بطولات لكن عشان تطلع مواهب بروسيا دورتموند وعاكسا مستقدام كل سنة بيبيعوا فرقة كاملة ويطلعوا فرقة ورمينة عمرهم ما واقعوا ولا تأثروا فنان وفي نفس الوقت شوف حجم الصفقات اللي عملوها مش ده الفكر استثماري ولا هو فيه حد تاني بيفكر استثماريا بشكل مختلف الفكر استثماري الحضارك بتقوله ده ولا كلمة فيه يعني ضمن اوكي لكن جزء الاستثماري اللي موجود دلوقتي ان انا بجيب مستثمر بيعمل فرقة ايه اللي هي تبع النادي وبعمل فرقة مثلا بيه الفرقة دي بيجمعها هو يخلي مثلا انا مثلا سيه عشان ترعب دوري مناطق او جمهورية انا معرش طبعا العمر الصواري لكن بسمع وده حاجة بتدايقني يعني ويخلي اللعب يدفع فلوس أفعه بقى عشر تلاتة خمساشر الف فانت بتستفيد او والله والله يا سيستر نزيمه لك كده انا بتدايق ليه اولا الولد هياخد عين الكرنية يدفع 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 فلوس يعني وليه امره يدفع لابنه عشان يلعب فلوس عشان يلعب في النادي يقش يشارك في مطشاط رسمية طبع دوري بقى جمهورية دوري قاهرة دوري مش عارف ايه حاجات كده عبطولات دي صح؟ وفيه ارقام تانية بتدفع يعني بسمع حاجات تانية عشان اصحاب المعظم يعني وهو بيستفيد انه بياخد فلوس من من اللعبه اللي بتشارك عنده فلوس طبعا بيستفيد دلوقتي هو مش بيدور على استثمار انه هو ينجح فرقيته ده بيدور استثمار انه هو يأجر فرقيته بل الضبط بيأجرها فبالتالي يعني اولا الامور بياخد ابنه السنة وبعد السنة بيبقى الولاد فين؟ بره بره النادي مش موجود في النادي فبالتالي الموضوع مختلف عن نارف مصر عن نارف مصر الحاجة ما عرفش بيتماشي يعني مش مزبوط في حاجة كتير غلط يمكن نادي واحد ماشي بالطريقة كده؟ يعني ده ولا ده اسطوب او فكر ماشي كتير ده 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 موجود تقريبا في معظم قندية مصر في معظم قندية مصر يعني انا مش عايز اقول اسماء نادي كبيرة يعني انت بتخدش بفرقة يعني انا عندي مثلا بقدر مثلا بغزل المحلة عشان فرقتي فانا عندي قوام الفرقة اللي هو مثلا 2001 و2002 ده قوام فبخش مثلا بفرقة 2001 بس فرقة ده اسسماري عندك 30 لعيب حسب بقى ما هو بيطلب فاللعيب ده بيدفع المبلغ ده والده طبعا عايزه يشارك في نفس الدوري فبيدفع بيطلع له كرين السنة بعد السنة بيرح فين؟ ايه فولي الأمر طبعا مظلوم انت حكتين انت عندك يا ام تختار لا هو اللي مظلوم في القصة مش ولي الأمر واللي مظلوم في القصة مش الولد اللي بيلعب بفلوس أبوه والمظلوم في القصة مش النادي اللي ما عندوش امكانيات فبع فرقة لمستثمر والحقيقة اللي مظلوم في القصة هي المواهب اللي بجد اللي مش لقيه شباك ولا بوابة تقدم نفسها من كلها كل ده بيؤثر يعني الولد اللي دفع فلوس لعب صرف النظر انه مش هادر قايم هو كان يعني يستحق الفرصة ولا ما استحقهاش لكنه بالتأكيد في النهاية ممكن يكون جار على فرصة حقيقية لمية مواهبة تانية كانت تستحق انها تلعب بس هي معاش امكانيات تشتري تيشرت وشورطة عشان تلعب انا بحترم بحترم كلامك جدا على فكرة هو ما بيديش فرصة ان انت تجيب مواهب لان هو مش محتاج مواهب هو محتاج مديات فخلاص انت قفلت على القصة اللي هي طب اذا كان المنطق او الطريقة طريقة التفكير دي ممكن بتكون بتجيب مكاسب للاندائق ممكن ممكن تبقى كل العناصة اكيد كل العناصة ولية الامر مستفيد انه شايف ابنه بيلعب الابن نفسه فرحان بنفسه انه بيشارك في بطولة او خد فرصة النادي مستفيد مادية من وراء المستثمر والمستثمر مستفيد من وراء الامر انه بياخد منه فلوس فكل اطراف المنظومة اتفقوا عن المنظومة المشوهة دي هتحقق المكاسب لكل اطراف فين القائمين بقى على الامور نفسها يعني الناس اللي معنية انا معرفش مثلا دور المناطق ده تحت شراف ايه لكن في النهاية في هرم ليه قمة شايف ان القعدة اللي هي هتطلع لي مستقبل الكرة في مصر كمان عشر سنين فيها التشوه ده محدش بيتفكر يتحرك مثلا او يقول المنظومة دي او الطريقة دي لازم تقف لازم يتحطي لها حدود لازم يبقى فيه قوانين لازم يبقى فيه لواح تمنع الجريمة اللي بيتم ارتكابها ولا محدش بيتكلم انا عن نفسي بشوف الحاجات دي في الفيس كتير بشوفه دربين كتير جدا بتتكلم بس انا بحكم ان انا طلعت في الاعلام فلازم اقول دي امانة يعني دي امانة لان انا بشوف وليه الامر من الاخر بيدحك عليه ما بيستفيدش ابنه حاجة فبالتالي بيروح عليه الفلوس فواحد بيستفيد فبنرجع لنفس القصة للسنة التانية هترجع لنفس الكلام كده فعلشان كده الموهب هتقل هتقل اكتر كمان فبالتالي بردو انت بشيب عندك جيل تقدر طول انا 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 اي منه او اقدر ان انا اعمل اسكواد كويس طبعا الموضوع صعب ده كان كلامي انا ارجو 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 يعني الشباب والرياضة ارجو اتحاد الكورا الحاجات دي تحت اتحاد الكورا ليه علاقة بيها؟ طبعا المناطق طبعا ما بيطلع له كرنين اتحاد الكورا يعني هم عارفين الكلام ده فالحاجات دي ازاي تمر على اليوم طيب ما علينا نروح للأهلي خليها في الاهلي عشان عشان ما ننزعلش الناس لكن الحقيقة يمكن يعني كلام ده انا يمكن مش او مرة اسمعه يعني وفي اعداد كتير من كبات كبار بالذات مكلم على العمارة الصغيرة سمعت كلام كتير في نفس اتجاه ده فمرة بقول والله دي حالة هنا ممكن تبقى حالة استثنائية هنا لكن واضح ان الموضوع الكل عارفه وكل شايفه بس كل لا ارى لا اسمع لا اتكال لا الحمد لله انا بتكلم لا انا بتكلم عن الناس اللي في موقع المسؤولية انا بتكلم عن الناس اللي مسؤولة يعني كورة القدم مش رياضة بس كورة القدم بالنسبة المصريين واحدة من اهم مصادر الناس دي بتحب الكورة الشعب المصري بحب الكورة يعني وفي اوقات كتير جدا ممكن تلاقي معاناة او ظروف صعبة وتلاقي الناس الكرة مصدر سعادة ومصدر المنتخب بفرحنا بفرحنا مصر دي كلها في مصر منتخب بنكسب بتلاقي مصر كلها حتى تاني والاهلي نفس الحكاية نروح معاك للاهلي بقى عشان ايه وقتنا وعشان داخلين على مرحلة صعبة واحد شايف فترة التوقف دي ازاي اهلي كان وصل مع كولر في اخر مطشاته من اول السيزن حقيقة كيرف ما شاء الله عالي انت بتقولي الاهلي السينادي يفرح قبل قبل ما نطلع على الهواء وده حقيق البريك اللي حصل ده يأثر وخصوصا انك انت رايح لمطشات الدولي الافريقي مو بشارة والبداية قدام سين با يوم الجمه طيب هنبدأ بالبداية نقول ان احنا الحمدلله عندنا مدير فني يعني مدير فني كبير جدا مش عايزين نقول السي في بتاعه ان هو الراجل اللي واخد اربع بطولات قبل ما يجينا واخد خمس بطولات مع الناد الاهلي عمل فترة اعداد هيلة احنا ما فيش مدير فني جلنا نعرفه او ما نعرفوش مزك الاهلي اللي لما بقى مدير فني كبير جدا دي حيه دي حيه طبعا كل احترام لكل الاسماء فيلر لما جيه حاتش كان يعرفه وقالك انت راح تجيب مدرب من سويسرا جيه الناس كلها بتتكلم على فيلر فيتسو موسيماني لما جيه مصر كلها هجمت النادي الاهلي وقالك هنروح لأفريقيا كمان يعني ما بطلنا اوروبا وما واحد من اكبر الاسماء بيتسو موسيماني وهكذا هو مارس الكولر جيه قالك انتوا جايب مدرب من منازلهم بقى له مش عارف ايه ما بيدربش ومش عارف ايه وجيه بقى الكل النهاردة بيتكلم على مارس الكولر انا شايف انه هو يعني من افضل مدربين موجودين في يعني في الساحة دلوقتي بيعمل حالة جميلة جدا انا يعني انا والله العظيم انا بيصعب علي والله الحاجات دي انا صريح انا المدير الفني الاجنابي اللي يدخل مع فرقته بعد المباراة ويخش معهم يشاركهم الفرحة ويرقصه بتحس انه هو مش مدير فني ده عامل حالة كأنه صاحبهم فدي طبعا نقطة انا انا اتمنى المصيريين احنا عندنا بنيخد موضوع عصب جدا انت خسران بخش عامل قصومات ومش عارف ايه مش عارف ايه ده كورة وارد فيها كل حاجة انت النهاردة ما بيجي نتكلم في اوروبا مثلا مثلا بسيط بنقول في لجنة كورة موجودة وفي مدير فني موجود وفي لعيبة لجنة كورة شايفة المدير الفني بيشتغل شغل معين لتاكتك معين لنظام معين لفرقة معين هنلعب بيه الفرقة جات في المباراة قدت بنفس الشكل وخسرت انت بتلاقي الجمهور بيسقف له ومتلاقي لجنة كورة مفيش مشاكل خالص احنا عندنا بتلاقي اقالة استقالة اه والله عندنا حاجات كتير جدا يعني الواحد بيستغرب لما بديك نقرأ او نشوف او كلام ده لكن انا شايف الراجل ان هو بدأ فترة اعداد كويسة جدا بداية الدوري كان بداية هيلة فاز على النادل مصري 4-0 وقدم براها هيلة فاز على النادل اسماعيل 3-1 وكانوا ما شاء الله العيبة كانت فاية جدا الميزة بقى ان احنا اخذنا من نهاية السنة اللي فاتت للبداية يعني شوفنا النهاردة الشاحات بيرستاو يعني بيرستاو انا بس سنان المتشاط عشان انت تعرف لما واحد يكيف واحد هو يعني تحسه كرة في رجليه بتبسطك فالاتنين بيمثلوا 80% من قوت الناد الاهلي الراجل جايب للعيبة معد نفسي فدي برضو حاجة كويسة ان هو مش عايز يخلي لعيبي بقى زعلان ان هو ما بيشاركش اللعيبة حتى وشوشها برا وهي وهي قاعدة مبسوطة مستريحة اللي بيشارك زي ما بشاركش ودي حاجة عامل من عوامل النجاح هو بس يتبقى ان احنا اتكلمنا كتير الفترة عن عايزين فرود جامد وعايزين فرود افريقي جامد عايزين فرود مش عارف نجيب منين او لما جي مودست يعني الناس بدأت تختلف عليه شوية السن 35 سنة لكن الناس اللي متعرفوش ان الرجل ده اللاعب في بروسيا ولعب في كولين الرجل ده لعب 300 ماتش جاب 185 هدف فيعني انت بتكلم على احصائيات فرود محترم محطة كويسة بمناسبة كلامك على مودست وكلام ده الجمهور نادي الاهل طيب خلينا اتفق انه جمهور نادي الاهل لغاية نهاردة مش يعني ما شافش حاجة تشفى على مودست صحيح صح يعني فيه شوية خلينا اقول شفية لكن اللي انا وده الكلام ده احنا عملنا اعملت حوار مع لمين سانيه واحد من من اللعيبة اللي لعبت في اوروبا مع انتوني مودست وحكى قصته وحكى مشواره في اوروبا تحديد الكلام اللي قاله يعني هنعرضه طبعا مع حضراتكم لما كان انترفيو مسجل يعني عشان وقته ما كانش يسمح انه يظهر معنا في نفس توقيت البرنامج فالكلام اللي قاله على مودست انه ما بيحتاجش غير فترة شهور بسيطة جدا عشان يبدأ يتأقلم مع الفريق اللي معاه فالحكم على مودست كلام بقول اصبوره والامين سانيه لما كلمني قال لي ان كان ليه ان انا عبر هو انسان يعني ما بيوصف مودست بيقول ان هو مشاعره مرهفة جدا وقلبه كأنه طفل صغير فقال هو محتاج بس انه ياخد ويحس انه الناس مرحبة وانا قلت مرة قبل كده في السادسة قبل ماتش اسماعيل لو جمهور النادي الاهلي في المدرجات اللي جالما ينده بس على مودست اندهوا على انتوني مودست سقفوله حيوه الاحصائيات تقول كده انه فرود محترم واولا محطة كويسة جدا في الثمنتاشر مزعج جدا لكن هو الواضح انه ما كانش بيشارك بشكل يعني في الفترة الاخيرة طبعا بالنسبة له فرمته واضح انها مش جاية علشان كده مستر كورر عمله بعد التمرين عمله اعداد بدني واعداد تخصصي ودي حاجة كويسة جدا طبعا الرجل بيجهزه هذا شغله فبالتالي هيجهزه لكن كل المقاومات الفرود الشرس موجودة في مودنس اتمنى ان شاء الله بإذن الله تعالى احنا قعدنا تقريبا سنة كامفلافيو جاب جول كنا خلاص قلنا مش فرود وجاب جول وبعد كده الدنيا فتحت جاب جول بالصدفة ما بالك انت جايب لعيب جايب 185 هدف وانا عايز اقول لحضرك انا رحت فترة اعداد مع مستر تسوبل وانا موجود في الاهلي المانيا الأجواء مختلفة تماما عن مصر يعني الجو مختلف تماما فهياخد وقت طبعا على ما يتاقلم هنا على الجو ويتاقلم على جمهور الاهلي وان شاء الله بإذن الله تعالى هيبقى من اميز فرودة موجودين في مصر بإذن الله وخصوصا في ظل ارتباطات العبت الاهلي الدولية مع المنتخبات بقى كلها على بعضها وخصوصا ان العودة كمان هتبقى قبل فصل زمني خلينا نقول 48 ساعة وانت مطالب بالصفر لتنزانيا وهتلعب مع فريق يعني اثبت في السنوات الاخيرة او المواصم الاخيرة انه فريق يتعمل له مية حساب بفضل ربنا ما تلاحش على الاهل الاهلي الموجود عندنا البديل الحمدلله الكفر اللي ممكن لو مش موجود ستة لعيبة او سبع عيبة اساسيين فيه لعيبة موجودة جات في التعوض الناس اللي موجودة احنا موجود عندنا الحمدلله حوراس مارمى وعندنا ديفينس كويس وعندنا ديانج ده الواحد ومشاء الله ربنا يا ربي بارك لنا فيه الواحد ويعني اعتبر ديانج وعلي معلول اللي ممكن شوية تبقى برا حسابات ميستر كولر قبل ماتش سيمب ده عشان المنتخب طبعا عشان وجوده مع المنتخبات وفكرة ان هم راجعين من صفر سواء معلول يعني بعتقد فرصة مشاركته في المباراة صعب رأيك كيف كريمة ديبيس بالمناسبة مش وحش هيجي مع الوقت تأكيد نظرة بيلعب في نفس حتتك برده واللعبة اللي بتلعب برجلها الشمال دي عملة نادرة عندنا صعب تقيم يعني هنحط الاثنين قصات بعد لا لا ما بقارنش ابدا بين معلول وكريم لسه بدري يعني عشان يقارن كريم لازم اسيبه يوصل او يقطع مشوار علي معلول واشوف النتيجة في الاخر ايه ساعتها ممكن جدا كريمي عدي مع علي معلول معلول من اللعبة اللي ممكن ما تبزلش مجهود بس حافظ عارف امتى يطلع وامتى يوقف وبيطلع باصص عارف بيلعب يعني مش اللي هو انا طالع مئة وعشرين متر رايح وبعد كده هرجع طالع عارف بيعمل ايه فلما هيوصل للمرحلة دي اكيد مش هتيجل باللعب وبالاستمرار لكن انا بكلامك على تقريمك كريمي عالي جدا طبعا شبه مين ممكن انا ممكن اقول محمد عبدالوهاب في من عبدالوهاب استلام ودخوله والملعب والشوت بتاعه في شبه كبير التركيبة او التشكيلة الامثل للناحية الشمال من وجهة نظرك ما هو عبدالقادر موجود الامثل 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 في عندنا الناحية تاني موجود بيرستاب ما هو موجود الا اذا ضموه طبعا المنتخب ممكن انضم افريقيا كان مفروض انه تم اختياره بس هو اعتذر عن الانضمام للمنتخب وده يمكن عمله شوية مشكلة مع مدير الفني بيقوله طبعا عنده ظروف خاصة تبنعه من الانضمام نتمنى وجوده طبعا لو وجوده طبعا بيرستاو من اللعيبة مين فاق قوي مع مارسل كولر من وجهة نظرك كابتن سعيد انا شايف ان التيم كله كله متجانس ودي ميزا احنا مش اقول حد بعينه لكن انت عارف انه في مدربين ممكن وانت اكيد طبعا في مشورك كلاعيب وممكن بعد كده كمدرب في مدربين بيعملوا نقلة للعيب وفي مدرب ممكن يستفيد مع قصود لاعب يستفيد مع مدير فني بحاجات ما يحققه مع مدير فني تاني طيب يعني ممكن ان نقول ماشا انت عايز نقول يا الاسماء عندنا مراوان عندنا ديانج ان كل دي عوامل السبات المفعالي بقوا السيقة وحاجات كتير الشحات بيرستاو عشور يعني ياخد حتة يعني زي ما اقول حتة كبيرة من الترطاية طبعا اعلاميا وجمهاريا وقصة دي كلها انا شايف ان الخمسة دول مؤسرين وازن رجل كم يمركز على اليوم كتير مين تنتظر انه يحصل او شايف انه لو خد نفس الاهتمام من كلر ممكن يبقى في حتة برضو تاني خاصة ان شاء الله واتمنا طبعا ان شاء الله مودست وصلاح وكهربا شايف المنافسة بينهم ازاي احنا بنتكلم على المطش نفس اللي انت هتلعبه وقوة المنافس والبدايات لو انا بدايت مثلا بكهربا وخلص المطش بدري الراجل هل ممكن الناس بره بكافئ احنا برضو بنفهم انها برضو حاجات غلط يعني انا مثلا نهاردة بلع بكهربا وجاب لي جنيد او ثلاثة فالناس بتغيره عشان انت رياحه بتفكر ان الراجل لا ده بش عايزه هو بي رياح بيكافئه عشان المطش اللي بعده ناس لامت على مارسل كولر في الفترة الاخيرة انه بداية مطشته انه يعتمد على مطشته وشاف ان البداية بشكل تدريجي او انه ياخد اجزاء من المطش افضل لانه حتى يعني يجيب مستوى هو ممكن يكون الراجل في دماغه ان الراجل جاهز هو ده مودس لو لو على اللي احنا شفناه في بروسيا وشفناه في كل لا يلعب لكن الراجل لما ممكن يكون فوجأ لان طبع الراجل ليه طريقة لعبه معينة واخد بالك احنا كمان في وقت السنة اللي فاتت من وقت الدور كتير لعبنا بفرود وهمي كان ملعفا بيرستاو فعنده كذا سيستم وعنده كذا طريقة فممكن يكون هو يعني مش ده وقته يعني مش ده الوقت اللي تدله فيه عشان احرقه واخد بالك هو شاطر جدا من زي جدا من السر كولر هو بيختار الوقت المناسب الوقت المناسب اللي اللي يتميز فيه طيب بنظرة الباك الشمال لو بصيت كده على الباكات الشمال في مصر مين باك الشمال سواء من دوري المحترفين بما انك انت احتكيت وقربت منه او حتى من الدوري الممتاز مين باك الشمال شايف انه لاق عليه تيشيرت النادي الاهلي او تتمنى تشوفوا تيشيرت النادي الاهلي اللي تعليق اللي تعليق بشكرا كابتن سعيد نوارة الدنيا ربنا خديك سعدا بوجودك معنا ان شاء الله بإذن الله احتفل ببداية مشهور الاهلي افريقك قدام سينبا يوم الجمعة اللي جاية ومن بكرة ان شاء الله في السادسة يوم بعد يوم هنتابع معكم تمرنات واس او عودة الاهلي التمرنات واستعادتوا بقى ان شاء الله المطش الجمعة أمام سينبا التنزانيا التنزاني في دوري السلام بشكرا كابتن سعيد شكرا 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 مع المتابعة تحياتي لكم بكرة حلقة جديدة طبعا السادسة